ناس كتيرة من ولادها في المدارس الدولية عندهم شكوى كتير من المصاريف وعايز اقول لحضراتكو انه مش بالضرورة ان انا بدخل ولادي مدرسة دولية معنى كده ان انا معايا فلوس مش عارفة وديها فين ده كلام الناس لا دول عايزين بيعلموا ولادهم تعليم من وجهة نظرهم مختلف لكن ده مش معناه انه موافقين على كمية طلبات اللي بتطلب من المدارس الدولية من اولياء الامور للطلبة فبيقولوا ده كتير وبيطلبوا منهم حاجات غريبة جدا ملهاش علاقة برا فكرة مصاريف المدرسة خليني الاول ارحب الاساس احمد حافظ احمد مساء الخير يا احمد احمد الوزارة طلعت ضوابط لتحصيل المصرفات من المدارس الخاصة والمدارس الدولية اكتر وقالت انه ما ينفعش المدرسة تاخد اكتر من المقرر اللي مقررها الوزارة انت على رأيي على ارض الواقع وانت محتك من خلال صفحيتك وعلى السوشيال ميديا بالناس شايف ان ده بيحصل خليني انا اول نتكلم عشان بس الناس تكونوا عارفة هي معاها حق ولا لا بالنسبة للمصرفات المدارس الدولية الزيادة الطبيعية بتاعتها من 30 الى 50 الى 10% من 50 الى 80 الى 8% من 80 الى 120 الى 7% من 120 الى 200 الى 6% ستة فوق الـ 200 الى 200 الى 5% فقط تمام هنا وليه الامر مطالب بحاجتين الحاجة الاولى انه يعرف هل الوزارة مدية للمدارسة بتاعته رسوم نشاط ولا لا لان في مدارس دولية بتحط رسوم نشاط بتصل لعشر تلاف جنيه وعشرين الف جنيه وهي مش وغدة ترخيص من الوزارة ان هي تدي انشطة او تجمع مصاريف انشطة كويس فحضرتك بسهولة هتروح على ادارة التعليم الخاص في الادارة التعليمية التابعة لها انا مدرستي اسمعها كذا هل انتوا مدية لها ترخيص برسوم نشاط اه او لا وبكام كويس اول حاجة اه تاني حاجة انا مصرفاتي السنة اللي فاتت كانت تلتيت الم اي هديت كام هيقول لك عشر في المية فانت تتفاجئ ان المدرسة مزودات عشرين في المية اي ان المدرسة مخالفة اه بعد اذن حضرتك قبل ما تدفع عمليم واحد للمدرسة اي تعرف انت كنت تتفع كم سنة اللي فاتت وتزود وتزود النسب دي النسبة غير كده اطلع على الادارة التعليمية اشتكي خلينا بقى على ارض الواقع يا عبد هو هيطلع على الادارة التعليمية وحيشتكي مش عايز اظلم انه الادارة التعليمية هتعمل اكشن ولا لا لكن في النهاية المدرسة ممكن تقوله والله ايضا نظامي عجبك عجبك مش عجبك انقل ابنك من هنا لا يا فندي ما فيش الكلام ده ازاي ما فيش ما فيش الكلام ده في حاجة اسمها اشراف مالي واداري اه فيه ثلاث عقوبات فيه انذار وانذار تاني ووضع الاشراف تحت ووضع المدرسة تحت الاشراف المالي والاداري يعني الوزارة تقود حدرها من صحبها اي مكان تجيها بس دي في الكوارس الكبيرة مش في المصاريف اعتقد لا يا فندي من المصاريف مخالفة ادارية يا فندي تمام المصاريف مخالفة ادارية ومالية بالعكس بالعكس مخصصة مالية وإدارية أنا عايز أقول لي سيادتك حاجة عشان بس نطمن ولي الأمر إن الوزارة مش مع أصحاب المزارس الدمائية معهم كلنا عارفين إن الوزير محمد عبدالعطيف جاي من خلفية كنت عقاس وما عنده مزارس خاص أنا أقول لي سيادتك وقعت حصلت وأنا واثق فيها جبا هو عمل اجتماع معهم علشان خاطر يطلبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور اللي رايز حطه في القطاع الخاص التلاف جي كويس فهم امتعدوا وتزمروا لا إحنا مش قادرين مش هنطبق عايزين نطبق زودونا من خمسين لمية في المية كويس الوزير قال لهم أنا مش هزود غير النسبة المقررة قانونا كل سنة والمدرسة اللي مش هتطبق الحد الأدنى للأجور بالزيادة اللي أنا هتطلعها أنا هحطها إشراك مالي ويداري أنا بتكلم على مدارس دولية كلنا عارفين من القطاع مدارس خاصة أيضا مدارس خاصة الوزير رغم أنه جاي من خلفية استثمارية رفض رفض قاطع وقال لهم المدرسة اللي هتزود ماليهم غير الوزارات الضلعاء ما تلومنيش هلا هعملوا آه انت بتديني نموذج على مدى التزام الوزير الجديد نموذج الكلام ده بالقانون حقق عشر أيام بالضبط في صف أولياء الأمور والطبط آه وعنده وقرر تشكيل قطاع تفتيش في التعليم الخاص أي شاكوة هتجيلي هنزل في التشكيل قطاع تاني يوم توقع من الإدارة لو الإدارة ممكن تطرمخ على الموضوع أنا هنزل لها الأجنة من الوزارة من حاجة كايز عايزة بقى أتكلم معك في كذا نقطة كده سريعا أولا في مدرسين مازالوا على السوشيال ميديا للغة الأجنبية التانية لسه برضو بيشتكوا من خروج مدتهم من المجموعة هل في أي تطورات جديدة بخصوصهم لأنهم الحقيقة كتير على السوشيال ميديا خلينا نتكلم بالمنطق والعقل نحن كلنا مع المدرسي معلمي اللغة التانية لأسباب كتير جدا أول حاجة القرار تطلع بشكل مفاجئ وبدون تمهيد وهيطبق بعد شهر لا لا يصف أبدا كنت حاجة ممكن تدي لي سنة تمهيدية وتطبق فيها تاني حاجة ما قلتش المدرسين دول عملتش معهم حوار أو أنا ليه هعمل للمادة دي لغة تانية العالم كله بتكلم لغات حاجة تقدر تقول لي مدرس الفرنساوي بعد ما حاولت الغير مضاف المجموح هشتغل إيه دلوقتي حاجة قلت لي الطالب اللي عايز يخش في أداة فرنسية أو لسانس أو ألسون أو أه أه هشتغل إيه بعد كده لا ما هو هو رد في الجزئية دي من خلال قراءاتي وقال المدارس اللغة الأجنبية الأولى فيها فرنساوي ده الدنيا ماشي خلاص أفادم كنت حاجة جديت الخيار لولي الأمر أنه يختار لغة أجنبية أولى فرنسية أو إنجليزية ما تفردش علي اللغة الإنجليزية لغة أولى صلى الله ما عندك لغة أولى في مدارس معينة فرنسية كنت تدتنى خيار كوالية أمر وكطالب أنه نختار بين الفرنسية واللغة الإنجليزية تب أنت شايف الحل إيه في المسألة بتاعت اللغة التانية والمدرسية مدارس النواب بصفته الجهة التشريعية والرقابية يقعد مع وزير التعليم ويستمع للمعلمين والوزير ويحط لتنين في مجلس النواب ويعمل الصح يعمل الصح طبعا مجلس النواب بس ده قرار من حقه يطلع قرار ليه عايز توصل من حقه مجلس النواب يراجعوا فيه من حقه مجلس النواب يراجعوا في نقطة زي دي أنا ما عرفش أنا بسألك أي يا فندم يراجعوا فيه أصلا بقولك ده قراره ده مش قانون ده قرار أي يا فندم ده قرار يعمل تقولي المسألة تحصل على مستوى مجلس الوزراء أقولك ماشي ده قرار لكن برلمان ده مش قانون أنا براجعه براجعه في قانون أنا هو حطتها قال أنت حطتها صح أو غلط أنا كمجلس النواب أقولك صح أو غلط من وقت نظر أنا كممثل للشارع أقولك أنا يختار فيها طالب لغة أجنبية تانية مش نلغيها من الثلاث سنين طيب في معلومات في معلومات يا أحمد بتقول أن الوزارة حتضم فروع الرياضة كلها في فرع واحد جوه منهج سنة ثلثة سنوي علمي رياضة وفي فعلا يعني لما الوزارة تكلم يتكلم عنها الرياضة كلها تكون فرع واحد في شابة العلم الرياضة الناس تايها دلوقتي هي الرياضة بحتة ولا رياضة تطبيقية رياضة تطبيقية tussen أنا بس حابب أقول أن الرياضة تطبيقية مش كلها تلت وما خدوا منها جوز حطوها على الرياضة البحتة حتكون مادة واحدة ما خدوش رياضة تطبيقية كلها خدوا منها جوز هو بسيط جدا اللي حيستفيد منه الطالب اللي هيدخر لهندسة هيحطوه على الرياضة التطبيقية تبقى مادة واحدة فقط لها بفروعها كاملة تمام سريعا مدرس الرياضيات مدرس الرياضيات يعني أقصد مش هيبقى فيه تنوع زي المرة اللي فاتت لا يفهم سريعا يا أحمد الإحصى في الأدب هيكون شكل عمل إزاي خصوصا بعد دخولها لجول مجموعة هم هياخذوا الإحصى قبل ما كانت خارج المجموعة هياخذوا المنحة بتاع الإحصى ده وهيضموا عليه مفاهم رياضية تانية المادة على فكرة مش هتكون صعبة زي ما احنا مترخيبين هتكون مادة بسيطة هتفهمك وصول علم البيانات وعلم الرياضة الناس خايفة بتقولك أنا دخل أدبي أذكر أنا وادرس إحصى ليه هو بص نفس اللغة التانية هو من حقهم لازم كان فيه يكون فيه خطأ يعني السنة تمهديا أن أنا أتفاجي برياضة معايا ده غضب أولياء أمور مشروع ولكن وجهة نظر الوظهر هنا أنت معظم الأدب يتقش تجارة فلازم تكون رياح تجارة ومعاك عن حد الأدنى من الفهم اللي علومه البيانات يعني نطمن الناس ونقول إن المنهج مش هيبقى حاجة صعبة لا بس نصيحة أخيرة وجهة من خلال سياتك فتا على إذن حضرتك أولياء أمر ما تديش لابنك درس في مواد لسه الوزارة ما حتميتش شكلها النهائي أي سواء مثلا علم النفس عندك حق تانية 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 سنوي الفلسافة في قولة سنوي علوم المتكاملة في قولة سنوي الإحصى في تالت سنوي أدبي الرياضيات في تالت سنوي علم الرياضة وما تستيلوز كتب خارجية خالص لأن الوزارة لسه لحد اللحظة اللي بكلام شكتك فيها مدتش ترخيص لدور الناشطة أنها تعمل كتب خارجية خاصة بالمرحات السنوي العامة طالما فيها تعدلات علامة شكرك أحمد حافظ الكلام في غاية الأهمية وفي فايدة كبيرة سواء للطلبة أو لأولياء الأمور شكرا لكم